استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم تناول الوزيران التعاون بين الوزارتين في الموضعات ذات الاختصاص المشترك وعلى رأسها موضعات المياه والتغير المناخي والعلاقات مع دول لحوض نهر النيل وتنصيق بين الوزارتين اتصالا بسبل مواجهة تحديات ذات الصلاة هذا واعرب عبد العاطي عن امتنانه وتقديره لمستوى التعاون وتنصيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والرأية لسيما في هذا التوقيت الذي تتدخل فيه قضايا المياه مع موضعات العلاقات الدولية والسلم والأمن فضلا عن ارتباط المياه بقضايا الطاقة والغذاء والتنمية